بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نرحب بجميع الطلاب والطالبات في الصف الأول المتوسط في مادة القرآن الكريم ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ بإثراءات في سورة التغابن نأخذ وإياكم أهداف تدريس القرآن الكريم من أهداف أولا طلب العجر من الله سبحانه وتعالى بأن يقرأ المسلم كتاب الله عز وجل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وأيضا تلاوة الآية تلاوة صحيحة خالة من الأخطاء وكذلك تطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبر وخشوع من أداب تلاوة القرآن الكريم أولا الإخلاص لله عز وجل والطهارة من الحدث الأصغري والأكبر و أيضا النظافة و يشبه تضيفه بالسواك و أيضا الاستعادة في أول قراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم و أيضا البسملة و تكون البسمة في أول السور عدا سورة التوبة فلا يبدأ بالبسملة في أولها و أيضا تحسين الصوت بالقرآن الكريم و القراءة بتدبر وخشوع و أيضا التسبيح عند آيات التنزيه و أيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد و الاستعادة بالله عند آيات الوعيد كالاستعادة بالله من النار هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم و الذي ينبغي لكل مسلم و مسلم أن يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل و قبل أن نبدأ بقراءة الآيات نرجو من جميع الطلاب و الطالبات فتح المصحف و المتابعة معنا حتى النهاية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات و ما في الأرض له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤمن و الله بما تعملون بصير خلق السماوات و الأرض بالحق و صوركم فأحسن صوركم و إليه المصير يعلم ما في السماوات و الأرض و يعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبع الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم و لهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا و تولوا و استغنى الله و الله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى و ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذلك على الله يسير فآمنوا بالله و رسوله و النور الذي أنزلنا و الله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب و من يؤمن بالله و يعمل صالحا يكفر عنه سيئاته و يدخله جنات و يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار و خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم بعد قراءة الآيات نأخذ إياكم أهم الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ من قبل الطلاب و الطالبات معنى في قول سبحانه و تعالى في هذه الآيات كلمة يسبح كلمة يسبح ربما يقع فيها الخطأ من قبل الطلاب و الطالبات يسبح لله أن الباه مكسورة يسبح لله ما في السماوات و ما في الأرض سبحان الله و بحمد سبحان الله العظيم يسبح لله و أيضا في قوله سبحانه و تعالى هو الذي خلقكم هنا خاف على فتحة و اللام على فتحة و القاف على فتحة خلقكم خلقكم نأخذ في هذه الآيات يعني بعض أحكام التجويد قبل أن ننتقل الصفحة التي بعدها في قوله سبحانه و تعالى و هو على كل شيء قدير شيء قدير تجد هنا هذا الحكم من يعرف هذا الحكم تفضل أحسنت هنا تنوين أتى بعد القاف و القاف من حروف الإخفاء الحقيقي شيء قدير و أيضا في قوله سبحانه و تعالى فمنكم كلمة فمنكم هذا الحكم يعني ما يأتي في في كلمة أو في كلمتين هنا أتى في كلمة واحدة فمنكم و يعتبر أنا حكام من نساكن التنوين إخفاء حقيقي فمنكم فمنكم نساكن أتى بعد الكاف والكاف من حروف الإخفاء الحقيقي فمنكم فمنكم و أيضا في قوله سبحانه و تعالى و منكم مؤمن هنا ميم ساكنة و كده بعدها ميم أخرى من أحكام الميم الساكنة هنا ميم ساكنة أتى بعد الميم و الميم من حروف الإدغام الشفوي أو الإدغام المتماثلين الصغير منكم و منكم مؤمن ننتقل الصفحة التي بعدها في قوله سبحانه و تعالى نأخذ قبل أحكام التجويد نأخذ هنا بعض الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ من قبل الطلاب و الطالبات في قوله سبحانه و تعالى السماوات تجد هنا آلف صغيرة بعد آلف الميم عفو ميم ساكنة بعد آلف و كذلك الوا الوا فوقها آلف السماوات 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 و أيضا في قوله سبحانه و تعالى كذلك السماوات كذلك نفس الكلمة نأخذ في هذه الآيات بعض حكام التجويد من حكام التجويد في قوله سبحانه و تعالى و صوركم فأحسن و صوركم فأحسن من يعرف هذا الحكم هل هو من أحكام النساك والتنوين أو من مساكنة أحسنتم من أحكام الميم الساكنة ميم ساكنة أدى بعد الفاء و الفاء من حروف الإظهار الشفوي و صوركم فأحسن و صوركم فأحسن و يلاحظ هذا الحكم الفاء و الميم كلاهما يتخلون من الشفتين و لهذا بعض الطلاب و الطالبات و بعضنا نسمع يخفي و يقول و صوركم فأحسن خطأ في الحكم و لهذا يقول الناظر رحمه الله و احذر لدواو و فأن تختفي لقربها و الاتحاد فاعرفي لقرب المخرج فحاول أن تظهر تطبق الشفتين ثم تأتي بهذا الحكم و صوركم فأحسن صوركم صوركم طيب و أيضا في قوله سبحانه و تعالى و الله عليم بذات الصدور عليم بذاته هنا تجد الميم صغيرة فوق الميم هنا يعتبر هذا الحكم من يعرف هذا الحكم أحسن إقلاب أو قلب إقلاب أو قلب عليم بذاته عليم بذات الصدور و أيضا هنا لو أخذ بعض المدود هنا مصير مد و كذلك صدور مد في أواخر الآيات يعتبر مد عارض السكون مد عارض السكون نأخذ في هذه الآيات كذلك الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ من قبل الطلاب و الطالبات في قوله سبحانه كلمة رسولهم أنت بعد الكلمة بعض الطلاب يسكن السي هنا السي مضومة و اللام و كلها مضومة رسولهم رسولهم شارك بالبينات 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 نجد هنا ألف صغير بعد النون بالبينات بالبينات و أيضا في قوله سبحانه وتعالى نبأ الذين ألم يأتكم نبأ الذين نبأ الذين انتبه إليها بعد ذلك نأخذ أحكام التجويد من أحكام التجويد في هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى من قبل يمر معنا هذا الحكم كثيرا هذا الحكم من يعرف هذا الحكم هل هو من أحكام النساكنة أو المساكنة تفضل أحسنت من أحكام النساكنة التنوين نساكن أتبعد القاف والقاف من حروف الإخفاء الحقيقي من قبل و أيضا في قوله سبحانه وتعالى عذاب أليم عذاب أليم تنوين أتبعد الحمزة و الهمزة من حروف الإظهار الحلقي عذاب أليم إظهار حلقي عذاب أليم عذاب أليم و أيضا في قوله سبحانه وتعالى فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا هنا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا و أيضا في قوله سبحانه وتعالى ذلك بأنه ذلك بأنه 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 نمو شدده تغني كم حركة مقدار حركتين حركتين بأنه بأنه لو أخذنا هنا في هذه الآيات بعض المدود من المدود في هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى فَقَالُوا فَقَالُوا أَبَشَرٌ تجد هنا مد علامة مد من يعرف هذا المد تفضل أحسنت هنا مد منفصل مد منفصل لأن الهمز في كلمة هو المد في كلمة أخرى فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا مد منفصل نأخذ في هذه الآيات كذلك بعض الكلمات التي يمكن يقع فيها الخطأ من قبل التلاف والطالبة في قوله سبحانه وتعالى كلمة قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ كلمة لَتُنَبَّأُنَّ نكرر كلمة وإياكم لَتُنَبَّأُنَّ لَتُنَبَّأُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ لَتُنَبَّأُنَّ وَإِضَاً في قوله سبحانه وتعالى و يدخله اللام هنا تجد اللام هنا على سكون و يدخله جنات نسأل الله أن نصلى الله و إياكم دخول الجنة و يدخله و يدخله جنات و يدخله اللام هنا ساكنة و كذلك في كلمة جنات تجد هنا ألف صغيرة بعد أن ينتبه إليه جنات جنات هذه بعض الكلمات التي يمكن يقع فيها الخطأ من قبل الطلاب و الطالب نأخذ إياكم في هذه الآيات بعض أحكام التجويد من أحكام التجويد في قوله سبحانه و تعالى أَلَّنْ يَبَعَلْ لَنْ يُبَعَثُوا أَلَّنْ يُبَعَثُوا تجد هنا نون ساكنة أتى بعد اللام و اللام من حروف الإدغام من يكمل إدغام بغير غنة إدغام بغير غنة ألَّن ألَّنْ إدغام بغير غنة و أيضا في قوله سبحانه و تعالى الذي أنزلنا كلمة أنزلنا تجد هذا الحكم من يعرف هذا الحكم تبضل أحسن هنا إخفاء حقيقي نون ساكنة أتى بعد الزا و الزا من حروف الإخفاء الحقي أنزلنا و أيضا في قوله سبحانه و تعالى وَمَنْ يُؤْمِنْ كلمة وَمَنْ يُؤْمِنْ هنا نون ساكنة أتى بعد اللياء و اللياء من حروف الإدغام من يكمل إدغام بغنة هل بغير غنة إدغام بغنة و من يؤمن و من يؤمن بالله و أيضا في قوله سبحانه و تعالى وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّر يَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّر كذلك إدغام بغنة صالحا يُكَفِّر و يلاحظ على الحكم لا بد أن هذا الحكم يخرج غنة تخرج من خيشوم صالحا يُكَفِّر طيب و أيضا في قوله سبحانه و تعالى نأخذ هنا بعض المدود في هذه الآيات في قوله سبحانه و تعالى وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ما نوع هذا المد من يعرف هذا المد فضل أحسنت هنا مد منفصل الذي أنزلنا الذي أنزل مد منفصل و أيضا في قوله سبحانه و تعالى خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا تجدنا مد منفصل ولا متصل أحسنت هنا مد منفصل مد منفصل خالدين فيها أبدا مد منفصل و كذلك هنا في قوله سبحانه و تعالى و ذلك على الله يسير يسير و خبير ينتبع إليها هنا من المدود و هذا المد إما عن يقصر أو يمد أو يوسط لأن المد عرض سكون و ذلك على الله يسير يسير و أيضا و الله بما تعملون خبير ذلك الفوز العظيم هذه كلا كلاهما يعني مد عرض السكون مد عرض السكون بعد ذلك نقرأ بعض الآيات فيها نقرأ بعض الآيات و و و لازال المصحف مفتوح و أبدأ يديكم نفتح المصحف حتى نقرأ الآيات مرة أخرى لو نقرأ بعضها أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات و ما في الأرض له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤمن و الله بما تعملون بصير خلق السماوات و الأرض بالحق و صوركم فأحسن صوركم و إليه المصير يعلم ما في السماوات و الأرض و يعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله و الله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذلك على الله يسير فآمنوا بالله و رسوله و النور الذي أنزلنا و الله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب و من يؤمن بالله و يعمل صالحا يكفر عنه سيئاته و يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا و يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم لآن قرأنا الآيات و نسألكم سؤال هنا في قوله سبحانه و تعالى كلمة تجري 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 نجيم ساكنة و من أحكام القلقلة من أحكام القلقلة و القلقلة هنا حرف كم حرف القلقلة خمسة أحرف مجموعة في قول قطب جد هنا تجري تجري و القلقلة لها يعني مراتب ما أن تكون صغرى كبرى أو صغرى أو وسطى هنا وسطى تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري كذلك هنا علامات الوقف في المصحف الشريف هنا جيم و هو وقف جاعز لو وقف عليه القارئ و وقف جاعز ثم لتنبؤن بما عملته وقف جاعز لو وصل يجوز لكن كذلك الجيم خالدين فيها أبدا وقف جاعز وقف جاعز خالدين فيها أبدا وقف جاعز و أيضا هنا صلى وقف حسن هنا وقف حسن لك المتعلق من بعده أو من قبله يوم يجمعكم اليوم يجع بذلك هنا القلاء وقف تام وقفا هذا الكلام تام يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك ومتغاب ثم بعد ذلك تبدأ هم يؤمن بالله ثم فصل هم يؤمن بالله ويعمل صالح يكفر عنه سيئاته ويدخل جنة تجري من تحتها الأنهار هذا قررنا الآيات مرة أخرى ونؤكد على وهكذا نتهينا من الآيات من سورة التغابن ونؤكد على الطلاب والطالبات مراجعة الآيات وكذلك تلاوة الآيات تلاوات الآيات تلاوات الآيات الصحيحة خالي من الأخطاء والاستعانة ببعض المصاح مرتلة حتى بإذن الله تكون التلاوة خالي من الأخطاء وفي الختاب نشكركم على حسن استماعكم وإلى درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته